لازلنا مع منير الخباز الذي ما هو بمنير أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في لغته الجسدية وفي نظرات عينيه وفي تهكمه الذي يحاول أن يخفيه مع أنه ظاهر للعيان إنه يدافع عن الخوء بخصوص فتوى مخالفة لمنطق القرآن بنحو صريح فإن الخوء يفتي هكذا من أنه لا يشترط في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في معرفته فإن الخوء يجزم جزماً ويقطع قطعاً بأن هذا الوصف وهذا الشرط لا يشترط في مرجع التخليد إنها فتوى تتناقض بالكامل مع منطق الكتاب الكريم منير الخباس يدافع عن هذا المنطق الخوئي النجس بل هذا منطق هو أنجس من النجس لأنه يتعارض مع القرآن بدرجة كاملة بدرجة مئة بالمئة هو يكفر بما جاء في الكتاب الكريم وسأقرأ عليكم الآيات واضحة صريحة جلية فهل هؤلاء يصنفون في قائمة رجل الدين الإنسان أم أنهم يصنفون في قائمة رجل الدين الحمار أنتم حكموا عقولكم وانظروا إلى الحقائق ماذا يقول الخوئي هذا المجلد الخاص بمباحثي الاجتهادي والاحتياطي والتقليد من مجموعة أجزاء التنقيح في شرح العروة الوثقة وهذا الكتاب من أشهر كتب الخوئي في صفحة العشرين بعد المئتين الخوئي يورد رواية وسأقرأها عليكم أنا لا أريد أن أقف طويلا عند كلام الخوئي إنما هو عرض سريع يورد رواية سأقرأها عليكم أساسا يضعفها يعتبرها ليست صحيحة فيسقطها ولكنه مع ذلك يقول الرواية تأمر الشيعة في أن يأخذ دينهم من فقيه يكون حبه للعترة الطاهرة حبا شديدا الخوئي يسقط الرواية سندا ويسقطها مضمونا كذلك هكذا يقول وأما الرواية الثانية هذه التي سأقرأها عليكم وهي واضحة جدا هو يسقطها يسقطها سندا ولكنه يعلق على مضمونها هنا وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا لماذا والإمام الهادي يأمر الشيعة أن يأخذوا معالم دينهم من متين في حب محمد وأهل محمد وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا للجزم للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام سنعود للكتاب الكريم كي نقرأ القرآن وماذا يقول القرآن هذا هراء الخوئ هذه فتاوى الخوئ فساوى الخوئ قولوا ما شئتم لأن الخوئ هنا يكفر بمنطق القرآن وسأقرأ القرآن عليكم وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام منير الخباس هكذا يقول وهو يتكلم بأسلوب تهكمي لازم كل يوم يتحش عن أهل البيت ولا ما يصير مرجع إيه لازم يتحش كل يوم عن أهل البيت غصبا على خشمك وخشم الخوئي وخشم السيستاني لماذا؟ لأن السيستانية يفتي نفس الفتوى القذارة هي القذارة وهذا كتاب السيستاني الإجتهاد والتقليد والإحتياط هذا هو الجزء الخامس عشر من مجموعة أبحاث ودروس وتقريرات السيستاني طبعة طبعة مؤسسة نور الأمير وهذه الطبعة هي الطبعة المؤرخة الفين وعشرين ميلاد في صفحة الخامسة والسبعين بعد الأربعمائة أيضا يورد الرواية نفسها التي سأقرأها عليكم والتي تأمر الشيعة بأن يأخذ معالم دينهم من فقيه يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أن يكون متينا في حبهم ومعرفتهم السيستاني هكذا يقول والرواية مخدوشة من جهة السند يضحفها سندا مثل ما فعل أستاذه الخوي وذول مو مثل ما يقولون العراقيين في تعابيرهم الشعبية أنه واحد تافل بحلق الثاني لا ذول واحد مخري بحلق الثاني خراء كاملا خراء كاملا بمواده الطبيعية الأصلية واحد مخري بحلق الثاني والرواية مخدوشة من جهة السند كما يناقش فيها من جهة الدلالة إذ من المسلم من أين جاء هذا التسليم؟ وهو تسليم شيطاني باطل يتعارض مع منطق القرآن بدرجة مئة بالمئة إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم ورد في بعض النسخ مسنا ولكن النسخة الأدق متينا ومسنا تعطي في آخر الأمر نفس المعنى إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم وكثير القدم أو وكثير القدم المعاني واحدة النتيجة واحدة إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم أو وكثير القدم في أمرهم الكلام هو هو إنه منطق شيطاني خبيث قذر نجس وأنجس من النجس لأنه يخالف القرآن بنحو صريح الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الذين آمنوا وصف لكل المؤمنين فما بالكم بخواصهم بمراجعهم والذين آمنوا أشد حبا لله نحن كيف نعرف حبنا لله من خلال حبنا لمحمد وأهل محمد إذا كان حبنا لمحمد وآل محمد شديد فهذا يعني أن حبنا لله شديد وإذا كان حبنا لمحمد وآل محمد حبا ضعيفا فهذا يعني أن حبنا لله حب ضعيف ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله هذه بديهيات عقائدنا هذه بديهيات ثقافتنا هذا منطق العترة الطاهرة ومن أحبكم فقد أحب الله الميزان هنا ومن أبغضكم فقد أبغض الله وهذا هو مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله كيف تتحقق هذه المعاني من دوني أن تكون القاعدة الأساسية لكل ذلك حبا شديدا متينا وثيقا والذين آمنوا أشد حبا لله ماذا نقرأ في تفسيرهم لقرآنهم إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة الثانية والعشرين بعد الأربع مئة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن جابر إنه جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال هم والله أولياء فلان وفلان وهذه صيغة صيغة فلان وفلان واضحة عندنا الحديث عن أبي بكر وعمر قال هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما إلى آخر ما جاء في الرواية التي تفسر الآية بكاملها ممكنكم أن تعودوا إلى الحلقات السابقة من برامج المختلفة التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل أو أن تعودوا إلى المصادر التي أشرت إليها أن تعودوا إلى المصدر الأصل وهو الكافي الذي ذكر الرواية كاملة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إذن من أين جاءنا الخوئي والسيستاني بهذا الكلام وهو يقول للجزم من أين جاء بهذا الجزم؟ لقد جاء به من الشيطان لو رجع إلى القرآن وأخذ دينه من القرآن لوجد أن القرآن يقول والذين آمنوا أشد حبا لله فمن أين جاء بهذا الجزم؟ وكذلك السيستاني من أين جاء بهذا التسليم؟ وبهذا القطع لقد جاءوا بكل هذا الضلال من المنهج الذي هم عليه وهو منهج شيطاني للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم فهولان خبران هذا القرآن صريح والذين آمنوا أشد حبا لله وماذا نقرأ في الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة وهي الآية التي يفت الله سبحانه وتعالى فيها صريحا بأن الذين يتحدثون كما يتحدث الخوئي والسيستاني بأنهم فاسقون بحكم القرآن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قفوا وتدبروا هنا عند ذكر الجهاد فإن الجهاد شأن استثنائي مؤقت من شؤون رسالة محمد صلى الله عليه وآله الجهاد ليس كالصلاة يطلب من الإنسان يوميا الجهاد ليس كالصوم يطلب من الإنسان سنويا الجهاد ليس كالحج يطلب من الإنسان في العمر مرة قد يعيش الإنسان ويموت وهو لم يكن قد جهد في أي موضع من المواضع لماذا؟ لأن الجهاد حالة استثنائية ما هي بحالة مستمرة؟ هناك ظروف موضوعية تحيط بالأمة الإسلامية تلزمهم أن يجاهدوا إذا لم تتوفر تلك الظروف فليس هناك من جهات لكن الصلاة تطلب من الإنسان يوميا والصوم يطلب من الإنسان سنويا والحج يطلب من الإنسان في عمره ولو مرة واحدة أما الجهاد فإنه حالة استثنائية الآية تقول من أنكم من أنكم إذا أحببتم آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وتجاراتكم ومساكنكم إذا أحببتم كل هذه العناوين وهي العناوين التي يحبها الناس عادة الأمر لا ينحصر بهذه العناوين وإنما إذا أحببتم أي شيء الآية ذكرت هذه العناوين لأنها العناوين المعهودة عند الناس لكن الآية لا تحصروا الكلام بهذه العناوين إذا أحببتم أي شيء بمستوى يكون ذلك الحب أكثر من حبكم لشؤون رسول الله فأنتم فاسخون وانتظروا العقوبة الإلهية الآية هكذا تقول قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقي هذا منطق القرآن أين تضعون هراء وخراء الخوء والسيستان وأمثالهما هذا هو القرآن وهذه فتاوى الله فإن الله يفتي بتفسيق الذين يجدون في قلوبهم حباً لأي شيء يكون أكثر من حبهم ليس لله ولرسول الله وإنما لشؤون رسالة رسول الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فماذا سيكون الكلام حينما نوجهه باتجاه علي وآل علي فعلي نفس محمد بصريح القرآن وفاطمة هي روحه التي بين جنبي أولهم محمد أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد كلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن زنوا هذا الهراء وهذا الخراء بميزان القرآن واعرفوا من أن الضلال يأتيكم من قبل هؤلاء وهذا هو منطق الضلال منير الخباس الذي ما هو بمنير يتحدث عن هذا الهراء الخوئي وهذا الضلال الخوئي يدافع عن منطق الخوئي بطريقة تهكمية وكأن الذي يتحدث دائما بذكر محمد وأهل محمد كأنه يعاني من نقص لازم كل يوم يتحش عن أهل البيت لازم كل يوم يتحش برغم أنفك القدر وأنف خوئيك وسيستانيك وسائر الآن في الطوسية القدرة رجاء اعرض لنا الفيديو فمعنى قول السيد الخوئي للجازل بأنه لا يعتبر شديد المحبة بحيث كل حديث عن أهل البيت لازم ولا ما يصير مرجع لازم كل يوم يتحج عن أهل البيت ولا ما يصير مرجع يقول لا ما يعتبر هذا لازم يكون يعني شنو تمام الثبات بمعنى مؤمن بكل المقامات المنطولة عن أهل البيت لا ملازم هذا هو رئيس سيد الخوئي رجاء اعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين ان يدققوا في اللغة الجسدية وفي نظرات العينين وفي طريقة الكلام وفي التهكم الخفي فمعنى قول السيد الخوئي للجازم بأنه لا يعتبر شديد المحبة بحيث كل حديث عن أهل البيت لازم ولا ما يصير مرجع لازم كل يوم يتحج عن أهل البيت ولا ما يصير مرجع يقول لا ما يعتبر هذا لازم يكون يعني شنو تمام الثبات بمعنى مؤمن بكل المقامات المنطولة عن أهل البيت لا ملازم هذا هو رئيس سيد الخوئي وما هذا التصطيح ما هذا التصطيح ما هذا التصطيح فهل أن المراد من شدة الحب أن يتحدث يوميا عن أهل البيت هل هذا هو المراد أي منطق هذا شدة الحب إنما تكون ناتجة عن عظيم المعرفة وعن عميق الدراية وعن العقيدة السليمة التي أخذت من المصادر الصحيحة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فلا يشترط في الإنسان أن يتحدث يوميا حتى يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد إذا كان قادرا على ذلك فليفعل فهذا من أفضل القربات ومن أحسن العبادات لكن الأمر لا يتاح للإنسان بهذا التصور التصطيح وبهذه الطريقة التهكمية والذين آمنوا أشد حبا لله إنه الحب الذي ينبع من المعرفة العميقة والمعرفة العميقة لن تكون مستقرة إلا في القلوب السليمة القلوب السليمة التي هي قلوب قد طهرت بولاية علي وآل علي ونظفت بالبراءة من أعداء علي وآل علي ومن أبرز معاني البراءة إنها البراءة الفكرية البراءة من مناهج الضلال وأوضح مصاديق مناهج الضلال إنها المناهج الطوسية القذرة التي تنتج لنا هذه القذارة وهذا الوسخ أعود إلى الرواية التي ضعف سندها الخوئي والسيستاني وغيرهما الكلام ليس منحصرا بالخوئي والسيستاني إلا أن الفيديو يتحدث عن الخوئي والسيستاني في نفس الاتجاه وهو المرجع الأعلى الفعلي لذا فإنني تحدثت عنه لهذه الجهة الرواية التي ضعف الخوئي والسيستاني سندها وبعد ذلك ضعف مضمونها وقطع بأن مضمونها ليس صحيحا فإنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في صفحة الرابعة الحديث السابع أحمد ابن حاتم ابن ماهوي قال كتبت إليه إلى الإمام الهادي صلوات الله عليه كتبت إليه يعني أبو الحسن الثالث أبو الحسن الثالث وإمامنا الهادي أسأله أسأله عمن آخذ معالم ديني ومعه لمدين في الدرجة الأولى العقيدة السليمة أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا أخو أحمد ابن حاتم وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب إليهما الإمام الهادي أجاب هذين الأخوين الذين سألا نفس السؤال عن من آخذ معالم ديني فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما هذه رسالة إمامنا الهادي لهذين الأخوين الذين يسألان عمن يأخذان معالم دينهما فهمت ما ذكرتما فاصمد في دينكما فاصمد في دينكما المراد من الصمود هنا صدق التوجه والإخلاص في البحث والتحقيق عن شخص بهذه المواصفات فاصمد في دينكما اصمد توجه وابحث وإذا ما وجدتم فاصبر فاصمد فاصمد في دينكما على متين في حبنا على متين في حبنا وفي نسخ على مسن والمراد من المسن والمراد من المسن أن يكون قد قضى عمرا طويلا وتلك كناية عن شدة الحب لهم والنسخة الأدق على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى الرواية واضحة صريحة أولا تأتي منسجمة مع منطق القرآن بنحو واضح وصريح والذين آمنوا أشد حبا لله أما الآية التي قرأتها من سورة التوبة وهي الرابعة والعشرون فإنها صريحة جدا في هذا المضمون الرواية تتطابق بالكامل مع مضمون القرآن وتتطابق بالكامل مع منطق الزيارة الجامعة الكبيرة التي في كل حرف من حروفها هناك تأكيد على شدة الحب لهم وعلى شدة العلاقة بهم صلوات الله عليهم ومن أن الانقطاع إليهم يكون انقطاعا كاملا تاما مضمون الرواية يأتي منسجما مع ثقافة العترة الطاهرة التي تؤكد على التمسك الشديد بحب محمد وآل محمد وبغض أعدائهم الرواية واضحة وجلية وهي تنسجم مع المنطق الإنساني كل مجموعة في الماضي والحاضر وحتى في المستقبل حينما ترأس عليها رئيسا لابد أن يكون من أكثرهم حبا لتلك المجموعة من أكثرهم التزاما بمصالح تلك المجموعة لماذا هؤلاء يذهبون بعكس ما يذهب إليه المنطق البشري بعيدا عن القرآن وبعيدا عن أحاديث العترة الطاهرة وبعيدا وفعيدا إنه الضلال الضلال إنه الضلال بعيني صنفوهم صنفوهم صنفو هؤلاء صنفوهم تحت أي عنوان أين هو منطق الأمير وأين هو منطق الحمير عودوا إلى عقولكم وإلى قلوبكم من هنا عنونت هذه الحلقات بهذا العنوان حوزة الحمير إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء بامتياز هي حوزة حمير نذهب إلى فاصل